أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن ميليشيات الحوث الإرهابية تابعة لإيران تختطف ألاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش والمنازل والمساجد والأسواق ومقار أعمالهم وتخفيهم قسريا لأعوام في معتقلاتها غير القانونية دون أن توجه لهم أي تهم وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن الميليشيات الحوثية تعلن إطلاق عددا محدود من أولئك المختطفين تحت مسمى مبادرات إنسانية من طرف واحد للتغطية على جريمة اختطافهم وأخفائهم وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل استغلال مأساة المخفيين قسرا في معتقلاتها للمزايدة السياسية والإعلامية وتضرير الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي والهروب من تنفيذ التزاماتها بتبادل كامل للأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل التي نص عليها اتفاق السكهل معرقلة إنجاز أي تقدم حقيقي في هذا الملف الإنساني وقال الإرياني أن ميليشيا الحوثي التي تستمر في اختطاف المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها بشكل يومي بسبب آرائهم ومواقفهم وانتماءاتهم السياسية وتنديدهم بجرائم وانتهاكات وفساد الميليشيا منهم العشرات اختطفتهم مؤخرا لاحتفالهم بمقتل الرئيس الإيراني في حادث تحطم مروحيته تعلن عن إطلاق عشرات المخفين قصرا تحت مسمى مبادرات إنسانية من طرف واحد وتنتظر من الحكومة والعالم الترحيب فيما معتقلاتها تعج بالآلاف بالمدنيين الأبرياء اشتركوا في القناة